بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المعالي وزراء السياحة العرب السيدات والسادة الحضور الكرام بداية أتقدم لكم بتحيات سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم ودولة رئيس الوزراء الذي يتمن لنا جميعا التوفيق بالمرحلة القادمة لما نسعى لتحقيقه إلى بلداننا العزيزة أحييكم جميعا إخوة وأخوات أعزاء تجمعنا عرى وثيقة تدفعنا للعمل المشترك المنتج واتخاذ القرارات المثمرة تحقيقا للمصلحة العربية المشتركة خصوصا في مرحلة ما بعد كورونا والتي تتطلب الكثير من التخطيط والتعاون الوثيق لتجاوز التحديات وتعظيم المنجزات بعد أن من الله علينا بالتعافي من هذا الوباء الذي ضرب العالم وعودة الحياة إلى طبيعتها وما يرافق ذلك من تغيرات وتطورات لا بد أن ندركها ونستجيب لها جميعا بفعالية وحكمة وحسن تصرف الحضور الأفاضل اسمح لي أن أتوجه بالشكر والتقدير لمعالي أخي معالي وزير السياحة اليمني اليمني ولجمهورية اليمن الشقيقة لترأسها الدورة الرابعة والعشرين وعلى العمل الذي أنجزته خلال الفترة الصعبة التي مررنا بها ولمجلسكم الكريم والجعمة العربية الموقرة على ما تم إنجازه وأعداده ممثلة في جدول الأعمال الاستثنائي للدورة الخامسة والعشرين التي يترأسها الأردن والشكر الموصول كذلك للشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية رئيس مكتب التنفيذي على استضافتها دائماً لنا في بلدنا الغالي مصر السيدات والسادة الأكارم تمثل المحاورة المطروحة على جدول الأعمال قضايا في غاية الأهمية للتطوير واقع السياحة العربي ومن ذلك دعم القطاع السياحي الفلسطيني وتدريب الكوادر السياحية العربية خصوصاً في مجال التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات الصحية وتعزيز مفاهيم السياحة الميسرة لذول الاحتياجات الخاصة والابتكار السياحي والسياحة الذكية بما يلبي مطلبات العصر والعمل السياحي المشترك بين الدول العربية بما في ذلك تعزيز ثقة السائح العربي بالمنتج السياحي العربي وتطوير استراتيجية سياحية عربية مشتركة وغيرها من البنود التي هي على نفس الدرجة من الأهمية مع الشكر الجزيل بطبيعة الحال للدول التي تقدمت بهذه المقترحات القيمة وللمنجلس التنفيذي الأخوات والأخوة يسعى الأردن عبر رئاسته لمجلسكم الموقر إلى تنفيذ ما يتم إقراره وأود أن أشير إلى أن المملكة قد قطعت أشواطا في العديد من المحاور ومن ذلك التنسيق والمتابعة مع الأخوة والأخوات في دولة فلسطين العزيزة لإعداد برامج تنفيذية للتعاون في المجال السياحي بين البلدين بهدف دعم صناعة السياحة في فلسطين وتسهيل دخول وخروج المواطنين الفلسطينيين عبر المعابر بين البلدين والسفر عن طريق مطار الملكة علياء الدولي إلى دول العالم حيث يعتبر هذا المطار بوابة الأشقاء والشقيقات الفلسطينيين إلى العالم الخارجي ومن ذلك أيضا تنفيذ برنامج تدريبي للموظفين والعاملين في القطاع السياحي والمجتمعات المحلية خصوصا الشباب وكذلك التنفيذ برنامج من أربعة محاور هي البنية التحتية والتشريعات والتدريب ونشر الوعي لتسيير السياحة لذول الاحتياجات الخاصة وفي مجال الابتكار السياحي والسياحة الذكية فإن وزارة السياحة والأثار تعكف حاليا على التواصل مع الشركاء في القطاع والجهات المانحة لتأسيس حاضنة أعمال للقطاع السياحي لمساعدة المجتمعات المحلية والقطاع الشبابية والنسائية لبدء مشاريعهم الريادية في المجال السياحي وعلى وعلى ذلك يتم العمل حاليا على مشروع السائح الرقمي عبر إنشاء تطبيقات ذكية توفر المعلومات وتسهل لهم وصول ودخول الزوار إلى الأردن كما نعمل على دعم وتنمية التعاون العربي البيني في مجال السياحة وأعتقد هنا أن هذه هي الفرصة التي متاحة أمامنا كمجلس وزراء سياحة عرب للعمل سويا على تسجيع السياحة البينية وبإذن الله تكون أثارها واضحة علينا في القريب العاجل وتعزيز ثقة السائح العربي من خلال تسهيل إجراءات السفر إلى وطننا العزيز وذلك من خلال منظومة متكاملة تحت مسمى السائح الرقمي ولغايات تعزيز جودة التعليم والتدريب السياحي بالدول العربية وأركز هنا على هذا المحور الرئيسي الذي شعرنا جميعا بتراجع الخدمات السياحية ومخرجات السياحة خلال الفتر السابقة التي أثرت ليس على منطقة الدول الشقيقة ولكن على العالم بشكل عام قامت وزارة السياحة والأثار وبالتعاون مع جامعة البقاء التطبيقية والوكالة الإيطالية لتنمية ومعحد ميلانو بدراسة الفجوة بين مخرجات التعليم السياحي وحاجة سوق العمل وأذكر هنا بأننا التقينا مع أشقائنا في جمهورية مصر العربية لمناقشة هذا الموضوع الهام وكان هناك تعاون لم يطل كافة الدول الشقيقة ونسعى بإن الله تعالى بأن نوسع هذه الحلقة لتكون أشمل خلال الفترة القادمة لتشمل كافة الدول العربية حيث تم تحديد عشر مهن سياحية متخصصة يجري العمل حاليا على تطوير معايير لها تمهيدا لتعميمها على الجامعات والكليات والمعاهد لموائمة البرامج التعليمية والتدريبية فيها مع أرقى المعايير العالمية والتفاصيل لغير ذلك كثيرة لا يسمح المقام بسردها جميعا السيدات والسادة الأكارم لا يفوتني في هذه المناسبة إلا أن أشكر المنظمة العربية للسياحة ومعالي الأخ الدكتور بندر بن فهيد على دعمه المتواصل خلال العام الماضي لمادبة عاصمة السياحة العربية للعام 2022 والتي كان لها الأثر الكبير في تعافي السياحة وعودة السياحة إلى أحد المدن الهامة في المملكة الأردنية الهاشمية التي تعرضت كباقي المناطق في الأردن والدول العربية والعالم بتراجع بسبب جائحة كورونا ولكن من خلال البرنامج المشترك والتعاون المشترك الذي قمنا بإتمامه خلال الفترة السابقة كان هناك تعافياً واضحاً بأعداد الزوار الذين جاءوا إلى مادبة حيث ارتفعت النسب إلى ما يقارب 400% مقارنة بالعام 2021 وأدت إلى تعافي ملحوظ ليس فقط في قطاع السياحة والعاملين في قطاع السياحة ولكن أيضاً إلى مدينة مادبة التي تفتخر بأن تكون عاصمة السياحة العربية العام 2022 وهذه رسالة ليس فقط للأردن ولكن رسالة لكافة الدول العربية التي سيكون لها استفادة من مثل هذه البرامج التشاركية مع الأشقاء والمنظمة السياحة العربية وفي الختام أشكركم جميعاً على جهودكم الدؤوبة لإنجاح أعمال هذه الدورة والمضي إلى الأمام متحدين دائماً في غاياتنا السامية لتطوير السياحة العربية وتعزيز منافستها على مستوى العالم وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة